اشتركوا في القناة 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 أشتركوا في القناة من التنينة اشتركوا في القناة ولكن ما عليك هو ركز على الفقره ألي هو Pelion يصفه وهذا السر الحلاوي بكتبات ديغنز اللي بدأ يقرأ لهذا الكاثب الكبير بيكون عنده فكرة مسبقا عن شو رح يحكي دايما كان يحط شخصية حلوة أو شخصية نقية بكتبات ديغنز خلينا نقول بها ديك الإراءة يعني بالأماكن اللي مش حلوة باختصار هاي هي الفكرة أو الأماكن المظلمة من فيكتوريا هلا من أشهر أقواله أو الجملة اللي ذكرت في رواية أوليفا اللي هي حتى اللي زارة منكم الهلأ متحف ديغنز في لندن اللي بيشتري سوفينيز فنجيين للأهوة مكتوب عليها لأنه إلها تقولها أوكي بعالم ديغنز رح نشوف إن شاء الله بالفيديوهات يجاي رح أحكي عنها طيب خلينا نمشي شوي أصدقائي مع بعض ديغنز طبعا لما أبو زادت عليه الديون انسجن وبالتالي أول ديغنز اشتغل لما كان صغير طبعا بمصنع الدهان أو البوية بعدين اشتغل كمراسل أوكي فانتبهوا لهاي النقطة رح كمان نحكي عنها بالفيديوهات اللي جاي هو غير أنه كاتب وكاتب سياسي وفاهم القانون كتير منيح رح نشوف بعدين إن شاء الله فاشتغل كمراسل صحفي بجريدة The True Sun أو الشمس الحقيقية بعدين ب The Mayor of Parliament مرآة البرلمان فاين بعد هاي الفترة كتب كتير يعني ما يكفي لإصدار خمس مجلدات كبار أوكي هلا حكا عن الكوبيرايت من هديك الأيام فهم الماركتنج أصدقائي من هديك الأيام عرف كيف يصوق الأعماله يعني مش بس بالقطلة البريطانية حتى وكتب كبير مثل ما صار ب رواية The Old Shop of Curiosity أو متجر الفضول القديم كانوا عشاق ديكنز يستنوا على بالنيسي على المينة هناك لتوصل الباخرة بتعفضوا تيجي أجزاء طبعا اليوم رواية كانت توصلنا في لليوم إذا حدا تعجب من إشي ممكن أو مثلا إذا مسألك حدا أو بيسألك حدا عن حياتكم إذا بتقولوا وانس انكم انترتوا ديكنزيان لايف هاد زي كناية أو تعبير عال حياة طف حياة صعبة طبعا مش كل الشعب الإنجليزي بيستخدمهم حسب Again انتم مع مين بتحكوا مع شو الشخص شو الباكجراوند تبعه أوكي طيب خلينا نوقف هون رح واقف هون أصدقائي و طبعا لسه إن شاء الله رح أحكي عن زواجه الأول ما بقدر أقول زواجه الثاني لأنه كان عشيقة بس انوية رح نحكي عنها كمان البيت اللي اشترى أولاده و كمان آخر فترة من حياته وآخر أيام يعني حياته الرواية اللي كتبها أوكي طيب هلا نرجع again ل روايتنا Hard Times أو The Industrial Novel أوكي يعني It was labeled as Diggins's Industrial Novel أوكي And it's the shortest هلا الأحداث الأحداث بتكون في مدينة كوك تاون هلا أصدقائي كوك تاون اللي حكي عنها Diggins بأوقات عصيبة أو أزمة صعبة كمان في إلها ترجمة باللغة العربية تنتين صح هي يعني مش حقيقية المدينة هاي مش حقيقية المدينة الحقيقية اسمها بريستن بريستن هي اللي بدي عرف فوينها الشمال مانشستر شمال بلاكبول أو أقصى غرب ليدس يعني هاي ليدس هون أقصى غرب ليدس ع الساحل كان فيه هناك مظاهرات والأوضاع و هلا رح نشوف كيف برواية فراح Diggins هناك طبعا أكيد شاك شائرك بالمظاهرات لما رجع على لندن كتب روايته The Hard Times بهاي المدينة الخيارية اللي هو عملها كوكتان أوكي أول شخصية رح تمشي معنا هلا مستر جراند جرايند مستر جراند جرايند بيكون مدير مدرسة و مشكلة هذا الشخص أو مش مشكلته يعني هو ديزاين هيك إنه علم أولاده وبعلم الطلاب بالمدرسة فاكت أوكي يعني حقائق nothing but facts خلص 2 x 2 يساوي 4 أوكي By the way رح أكتب لكم كل شي بال بصندوق الوصف كمان بالتفصيل يعني عن هاي الفاكتس طيب بيكون معنى شخصية إذا أي حدا بيحضر هذا الفيديو هلا ممكن إنه تقارنوها بؤليفا اللي هي السيسي السيسي جوب هاي منقدر نقول البطلة إذا بدكم بتكون بي يعني أجت على الكلاس جديدة الطالبة جديدة فمستر جراند جراند ما بيكون عارفها فبيقول لأنه هو كمان لدرجة ما في أساني بحياته خلص امرقمهم من واحد لا عشرين أو واتبا أكتر يمكن فبيكون رقامها عشرين Who's that girl? I don't know that girl فبتقول له سيسي فسيسي is not a name بقولها لأنه في نوع من الدلع إذا بتحسوا Call yourself سيسيليا فلا بتقول له أنه أبوي بناديني سيسي If you please sir So it's nothing to do with it Okay let him call you سيسيليا بقول لأنه خلي أبوكي نديكي سيسيليا إذا نرجع كمان مرة سيسي اللي بعدين صار اسمها سيسيليا بتكون غي يعني في مصطلح أنا بحب أستخدمه بحياتي اللي هو Smiling in the calm strength of knowledge Okay Smiling in the calm strength of knowledge أصدقائي تعرف هاي الضحكة مش الشريرة ولكن الضحكة اللي هي بتعكس ثقافتكم بس ما بدكم تبينوا الليلة قدامكم سيسي بتحاول تغير الفصل كامل Okay طبعا بتبلش الأسئلة ما بتحبه ما هي الأحلام الليلة 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 بيكون رأيها دائما وخالف لأصدقائها هلا مالك المدرسة الأونة هو Mr. Bontobai Okay وهون كما رح اتركلكم بصندوق الوصف شو كيف شرح أو شو شرح ديغنز عن هذا Mr. Bontobai اللي هو الرأسمالي Okay حتى اسمه ما منعطيه ترست ما منعطيه ثقة Mr. Bontobai بتعرفوا في بعض الأسامع على طول هلا بروح Mr. Grandgrind اللي هو المدير والاونة عند أبو سيسي اللي هو بيكون بيشتغل بالسرك ديروا بالكم مش أي مهنة ثانية سيرك وحن نحكي عن ديغنز يا يعني السبب اللي هم رايحين علشانه لحتى يقولون ان احنا رح نفصل بنتك من المدرسة هلا ولكن لما يروح هناك بيكتشفوا انه أبو هلا سيسي ترك السيرك اوكي ليش ترك السيرك؟ لأنه يعني بوصل لمرحلة ما بيقدر يخلي الناس تضحك هو بيكون مدرب خيول أو بهلوان يعني سمها وبين الاثنين فالناس بتبطل تبتسم أو تضحك طبعا هذا السيرك أصدقائي هذا السيرك أصدقائي هذا السيرك أصدقائي مهمة لأنه نحن بنحكي عن هديك الأيام ما بنحكي عن هلا لا ممكن واحد يمسك فينا السماء فون ويحط على أي أبليكيشن ويعود يضحك لحاله لا فترك السيرك وبعد خلى سيسي بالمدرسة تخيلوا ايش اللي بصير مستر جراند جراند اللي هو فاكتس ما عنده أي إشي إماجينيشن أوكي بحياته بيطر أو بيتبنى بالنهاية السيسي أوكي هلا هون عندك شخصيتين جداد رح لازم تعرفوهم بالرواية هم لويسا وتوماس توماس توماس جراند جراند أولاده أوكي ابنت وصبي كمان بيكون معلمهم أبوهم على الفاكتس هلا فتخيلوا مع سيسي اللي هي إماجينيشن في البيت إش رح يصير أوكي بتحاول بتعيش طبعا معهم بتحاول إنه تغير تفكير لويسا تفكير توماس أوكي طيب هلا بهاي أثناء ديغنز بيبدأ معنا تشابتر جديد بالرواية وبيشرح الأوضاع بكوكتاون أوكي وبتقدر تتخيلوا كيف لما ديغنز يشرح طبعا معروف إنه وصف دقيق سواء للأماكن أو للشخصيات هلا طبعا بيشرح النهر اللي ماشي بالمدينة اللي هو طبعا أكيد مش نظيف بيشرح متل ما فرجتكم مش شوي المداخن بيشرح كيف إنه هاي مدينة كوكتاون يعني ما حدا بيعرف إنه هناك في مدينة أو في حية بديك البقعة من الأرض إلا من الدخان الطالع من المصانع وغير هيك بيشبهها مثل الأفعة أوكي اللي يعني بتتغلغل بين المداخن إذا بقدر أحكي تتغلغل هون بالعربي أوكي بيوصف مدينة كوكتاون بيوصف الناس اللي فيها اللي هم عندهم يعني إشي مشترك عامل مشترك بينهم كل يوم الصبح إنه بس بس يجيبوا لقمة الأكل عشان يعيشوا أوكي ويمكن كمان ما يوفروها كيف بيوصحوا الصبح كل يوم كيف بروح على الشغل كيف يرجعوا من الشغل كيف الروس تبعتهم بتكون مبينة من نوافذ المصانع وشبه تشبيح كتير حلو رح أكتب لكم إياه كمان بصندوق الوصف أصدقائي شبه ديكنز المصانع وصوت الماكينات وحركة الماكينات كمان بالأليفنت أو الفيل نحن نعرف كيف إذا بتشوفوا الانيميلز اتاك كيف الفيل دايما بيهجم لما يكون غضبان يعني غضب الفيل كيف براسه بيشبه كتير حلو هدول تلت سطور أو أربع سطور حكتب لكم إياهم هلا شخصية جديدة بتيجي معنا في رواية أوقات عصيبة اللي هو ستيفن بلاكبول ستيفن بلاكبول يعني زلمي على بعض الله كتير وضعه السيء طيب بس بالأربعينات من عمره بيروح من مستر بونجوباي اللي هو كمان مش بس المدرسة كمان المصانع من بينهم مصنع نسيج هلا بيروح عنده بشكيله أحوال الموظفين أو الناس اللي عايشين بهاي المدينة ولكن طبعا لا حياة اليوم أنتو نادي نرجع بعدين بتوين براكتس لا لا ديجنس هلا بدي يفرجينا كيف أنه بهديك الفترة طبعا استيلا اليوم مع الأسف بس بهديك الفترة كمان كيف كان أنه الرأس ماليين بيت الناس طبقات المجتمع مستر ستيفن بلاكبول بيكون عنده مشكلة مع زوجته بتكون مش منيحة بتعمله مشاكل ويطلب منه أنه يعني ينفصلوا عن بعض ويتطلقوا من بعض ولكن طبعا بيذكروا أنه إذا راح الكنيسة أكيد مش رح توافق لأنه هذا طبعا تعرفوا أنتو أنه زواج شيء مقدس خلص الآخر يوم بحياتك الكنيسة مش رح توافق فبقول له ما في مفار لازم تعيش مع زوجتك ولكن إذا بدك ممكن نضبط لك القانون ونفصلكم ثلاث تلاف جنيه طبعا مع العلم الكاتب هو ديكنز هو نفسه كان مستأجر بيته تخيره على مدة سنة كاملة بسبعين جنيه فتخيروا كيف أنه هذا زي عندنا مبلغ كبير بها الأيام ثلاث تلاف جنيه ممكن نفصلكم عن بعض المهم ما بيساعدوا مستر بوندرباي لستيفن بلاكبول لا بالمصنع لا بحياته الشخصية حياته المهنية وغير هيك بيقول له بتاخد راتبك أخر الأسبوع وتنصرف أو يعني بيفصلوا من المصنع فوق هذا كله فهو طالع هون بيحكي شغلة كتير حلوة بقول له أنه شايف الساعة اللي وراك حتى لو انحطت بالسجن الوقت مش رح يوقف العارب رح تظل تمشي هون تعبير كتير إذا وصلتكم الفكرة من ديكنز هلا هو طالع بيشوف امرأة سيدة كبيرة وهذه المرة بتقبل إيديه وبتبوس إيديه وبتكون مبسوطة كتير في كوكتاون ويقول ديكنز برواية أنه هي بتكون جاي من لندن ومبين عليها الثراء بيسألها مين أنت بتكون أمه لبون دوباي طبعاً بيكون آية لكل الناس بكوكتاون إنه إمي توفت ماتت من زمان ولكن لا بتكون عايشة وبتكون وعدته إنه ما تتدخل بحياته لمدة عشرين عام أوكي خلصوا العشرين عام جاءت أطمئن على ابنها كان بها العشرين عام طبعاً لما تقروا الرواية بيكون بيعطيها 30 باوند أو 30 جنيه بالسنة كلها لحتى تغطي كما بيكون في عندهم دكانة يعني أجار بيت زائد دكانة بالسنة كلها 30 جنيه باتمنى أنكم تبدأوا فيها للي لسه ما أراها أزمنة صعبة أو أوقات أصيبة طيب هلأ إذا وصفنا حول قدر الأمكان كوكتاون الأحوال اللي فيها مستر ستيفن بلاكبول إمولة بوندوباي جراند جراند تبعاً مدرسة المدير هلأ بيبدع ديغنز كمان مرة أصدقائي لما يقول الزمن نساج ماهر الزمن لما ينسج بيكون أمهر من موظفين مستر بوندوباي الغني أو فاحش الثراء ومصانع بيقول إنه كيف الزمن هلأ نسج من لويسا اللي هو بنت مستر جراند جراند ودير المدرسة فتاة بالغة نسج من سيسي كمان فتاة بالغة وواعية توماس بيشتغل بالبنك بيصير موظف بنك ومستر جراند جراند اللي هو كان يحكي عن الفاكتس اللي هو أول شخصية رح تشوفوها بالرواية لما تبدو فيها إن شاء الله بيصير عضو بالبرلمان وبيفوز طبعا بالانتخابات وبيصير وضع وضعه منيح كعضو بالبرلمان بيمثل الحقائق عشان تشوفو قديش هاي النقطة مهمة بهالرواية أصدقائي فاكتس وعنا بجهة تاني إماجينيشن بيكون ممثل عن الحقائق بالبرلمان أوكي هلأ أما مستر بوندوباي بيتزوج لويسا يعني بيزوجه بنته وهون كمان رح أكتب لكم بصندوق الوصف هاي النقطة مهمة كتير هون بيبدأ ديكنس لأنه لسه الصراع موجود بين الصراع موجود بين الحقائق والخيال والفاكتس يديروا بالكم أصدقائي مش بس حقائق ممكن تيجي فاكتس ممكن تيجي نوليج كمان نوليج بالحياة العامية يعني فاكتس لأنه بس لرواية ديكنس هون اذا تتذكروا بالفصل الدراسي كان يقولهم فاكتس بس هلأ هاي الأطفال كبرو ها إبا أمور فيها مشاعر فيها حب هلأ راح نشوف مع بعض أول مطب هاي من عندي أول مطب بحياتهم لويسا يعني بتقوله فادة كيف أو يعني على إيش ألحق مثلا عقلي أو قلبي فهون على طول بقولها راح يعملك فرح بأكبر كنيسة بكوكتاون أو أكبر كنيسة بالمنطقة إذا شايفين We are on the same page أوكي فاين فأجين فاكتس and فاكتس ما في أي فاكتس هون لويسا يعني بتتزوج ومع الأسف بعدين بتصير مثله يعني هلأ بتصير مثل بوندوباي وما بتتغير لين هاي تروعي راح نشوف كيف طيب بتمشي عجلة الأحداث أسرع شوي هلأ بعد خمس سنين أوكي البنك تبع مستر بوندوباي بينسرع أوكي and guess who توماس ابنه لا بيسرع البنك أوكي اللي هو بتزوج أخته مدير البنك بيسرع البنك وبيهرب فيهم على الماني طبعا على ليفر بول أوكي هلأ في الحارس تبع البنك بيلحقوا بالرواية بتشوفوا كيف على ليفر بول وبيسمع كل إشي صار بينه وبين أبو بينصدن بقوله كيف سرقت البنك فهون بتبلش كل إشي أرتوب مثلا بالفصل الأول والثاني والثالث من الرواية أصدقائي راح ينعكز ضد مستر جرايند جرايند بقول له إحنا صغار كنت تدرسنا أو تعلمنا حقا إنه إذا فيه خمسين موظف بالبنك أتليست على لي لواحد لازم يفكر أنه يسروا هذا الوحد تطلع ابنك فمثل ما تقول إنجوي بالعربي يعني استمتع بهاي الحقيقة أو هاي الحقائق هون بتقول لش الرواية تحلوا بصراحة طيب طبعا قبل ما يعرف إنه توماس بيتهمه مستر ستيفن بلاكبول قلت لكم إنه بالأربعينات من عمره وعنده مشاكل مادية معه مع زوجته وبالمصنع بالمكان اللي بيشتغل فيه فبقولوا إنه هو هذا أكيد اللي يسرقه وخاصة إنه عنده خلاف مع مستر بوندوباي طيب هلا هذا كله تصار بعد خمس سنين هلا بيتر الحارس بيلحقه عساس إنه يرجع لمدينة كوكتاون ويحطه أمام العدالة مستر غرايند غرايند اللي هو طبعا ركزوا إنه بالبرلمان بده يروح يسفر ابنه أو يهربه من إنجلند لستيتس أكيد فهون بيجي بيقول له أنا سمعت كل إشي لازم رجعك معي فمستر غرايند غرايند بقعادي ترجى فيه إنه أنا أب أنا عندي شعور إذا بتلاحظه هون كيف اختلف ابني لازم يطلع بره إنجلند فهون بدأ يآمن تتغير معتقداته أصدقائيا من الفاكتس اللي هي الحياة العادية فاللي بيصير إنه هلا اللي ما قلتلكم إياه إنه بيتخبأ أو بيشتغل بالسرك أغاين ديغنز بيسيرك مش أي مكان تاني أوكي؟ يجب أن نلاحظين هلا إيش اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه بترحقهم سيسي طبعا لويسا بدي مروح يساعدوا أخوهم اللي بيصير إنه بيعملوا مثل هاي رح تركلكم إياها هون ديغنز بدخل شوية مرح وبهجة علينا بيعملوا مثل خدعة متان أوكي أو تريك أوكي على أساس يرجع على كوكتاون ولكن إحنا قلنا أنه خيول ومدربين وسرك فبدالما يرجع على مدينة كوكتاون العربية بتروح على المرفأ أو على الميناء أوكي؟ وهون توماس بيقدر يهرب بروح على الإستيتس يعني بيكون هو بعرض البحر وبيتر حارس بيكون راجع بالعربية تبعات السرك على مدينة كوكتاون أوكي؟ طيب ما يعني ما بيكون استفاد إشي هلأ هون أصدقائي تقريبا الرواية انتهت أحداثها انتهت خليني أستعرض معكم بسرعة إيش صار بكل شخصية أوكي؟ هلأ توماس خليني أبدأ منه لأنه انتهينا منه آخر فصل بالرواية مع الأسف ما بيرجع لأرض الوطن خليني أحكي ما بيرجع لإنجلند لأنه بيكون مات بالإستيتس ووصلت أهله آخر رسالة هو محموم حمى وما قدر يتعالج فبيتوفى أبوها للسيسي كمان مع الأسف ما بيرجع للسرك لأنه بيكون توفى كمان وطبعا ما بيقولولها لأنه you know to keep her alive to keep the hope تخليها متأملة بالحياة فما بيقولوها لا لا سيسي الكلب عزكم الله طبعا بيرجع للسرك وبيكون بيشم بالأطفال لحتى يتعرف على السيسي طبعا ليش بيشم؟ اللي بيسأل فيكم لأنه ديغنز بيكون رجع عندنا الدوغ هذا كمان أعمى أوكي فهلأ سوفى عندنا توماس أبوها للسيسي والكلب بعد أربع شهور الكلب نفسه بيموت ثلاثة ماتوا and guess what مستر بون دورباي بعد كمان كم سنة اللي بيكون مكتوب بالرواية أنه هو راح الصبح الدوام على الدوام اللي هو طبعا البنك تابعه بما أنه مديره بيموت وببساطة هون بيبدع ديغنز أصدقائي لأنه هاي مش أي موتة كيف تتعامل مع حقيقة الموت هون بيقول ديغنز بمعناه بالعربي أنه موته فعلا كان حقيقة موت يعني هون متأكد في البعض منكم راح يوقف عند هاي نقطة كتير كيف عرضها ديغنز يعني طريقة كتير حلوة بيلقوا جسة على الرصيف فهون أربع أوريدي ماتوا هلأ سيسي أكيد بتضل عايشة بتتزوج بيصير عندها أطفال بتصير أكشرتيتشا مدرسة وبتعمل الكلاسري كانت حابة أنه تعود فيه من هي صغيرة اللي هو الورق الجدران والفراشات والورود أما لويسا فطبعا زوجه مدير البنك بيتوفى وهو بوندرباي فما بتتزوج بعدي وبتضل مثل ما هي بتضل خلص بين الحب وبين الأب وبين 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 بصراع بحياتها أما مستر جراند جرايند فطبعا كيف عنا بيكتب فرامان هيك مثل كتب للناس كلها بكوكتاون أنه أنا بعتذر من بلاد بول مش هو اللي سرق ابني توماس هو اللي سرق البنك و اللي نسيت قولكم إياه ببداية الرواية بكون عنده ست أطفال أوكي أو خمس أطفال اثناء توماس و لويسا وفيه ثلاثة هذول ما ذكرهم يمكن عمدا لأنه لنهاية الرواية هلأ بيجي دورهم أنه رباهم على اليماجينيشن والحياة العادية وبيكون طبعا سعيد مع بنته لويسا وسيسي أصدقائي هون تقريبا راح أترككم هلأ كمان شوي هاي نهاية الفيديو إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا إن شاء الله تكون الفيديو عجبكم مثل ما قلت لكم بليز شوفوا صندوق الوصف راح أترككم كتير شغلات هناك كلمات أوكي بعضها كلمات يعني إنجلش إنجلش من الرواية والبعض أنا ترجمتهم للغة العربية وحطيتهم اللي بحب يعمل يعني ذخيرة لغوية هلأ ممكن أنه ما تستخدموها لأنه طبعا كلاسيك ولكن أتليست بيكون عندكم ذخيرة لغوية من الكلمات أوكي شكرا لمتابعتكم الفيديو الأول من قناتي راح أشوفكم إن شاء الله قريبا إلى اللقاء اشتركوا في القناة